أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل التركيز على الاهتمام بقطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفي مؤتمر صحفي عقب تفقده عدداً من مصانع العاشر من رمضان أضاف مدبولي أن المكون المحلي لمنتجات مصنع سان بيور لتصنيع الأدوات الصحية يزيد على 75% النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم يمكن بدأنا بمصنع كبير جداً حضركم يعني شفتوا معنا وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البرندات العالمية يعني المصنع زي ما حركم شفته بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها أنها دي أعلى منتجات في العالم وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لأوروبا وحيبدأ التصدير لأمريكا وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى والأهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من ألفين عامل وفيها يعني أكتر من مئة مهندس مصري التصميمات بتتعمل في مصر ترجمة نانسي قنقر